السلام عليكم ورحمة الله اهلا منكم في فيديو جديد في كورس بانوان شابتر فور فلوت شارت كل بساطة كايبلك فلوت شارت is graphical representation of sequence of steps to solve a problem يعني بكل بساطة عندي مشكلة مشكلة ديت عايز احلها الخطوات حل المشكلة ديت هتتألف كده اه انا عشان احل المشكلة ديت هعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة ماشي طب ما تيجي واحد اثنين ثلاثة اربعة ديت بدل ما هو في دماغك كده تعال ارسم اه هي دي بس فلوت شارت هترسم هترسم كده خطوات الحل بس مش اكتر خلاص وعلى فكرة فلوت شارت مش لازم ل اه يعني لحاجات مثلا لها علاقة بالكمبيوتر سايينز او الكمبيوتر عمتد لا مش مش شرط خالص انت ممكن تعملها لأي حاجة انت ممكن تعمل فلوت شارت نفسك كده اول ما هسخة منهم لو انا صحيت بدري هروح مشوار كزا ما صحيتش بدري هاد في البيت هعمل كزا عادي يعني مش مش شرط اه حاجات لها متعلقة بالبروجرامنج او اي تي بس يعني طمام ايه بقى الخلاصة ان فلوت شارت ديت ديت عبارة عن خطوات بعملها عشان احل المشكلة طب الخطوات ديت هتفز بها في دماغي كده لا انا هرسم الخطوات ديت طيب هرسم الخطوات ديت بايه عندي رموز رموز فلوت شارت بستخدمها في الرسم اول حاجة السهم دوت بسميه فلولاين عادي كده الشكل اللي هو او اللي هو بيضاوي دوت اسمه terminal او اللي هو باستخدمه في start والend بعد كده عندي الشكل اللي هو متوازل اضلاع الكلم العربي اللي هو باستخدمه في ال input او ال output هدي كده شكل المستطيل اللي هو اسمه process وشكل المعين دوت اللي هو بتاعي نشوف كل شكل مسؤول عن ايه اول حاجة السهم دوت باين من اسمه اسمه flow line ده used to indicate the flow of logic باي connecting symbols هو اصلا اللي بي connect ببعضها هو اللي بي connect الاشكال ديت ببعضها بيوضح ال flow logic بتاعك لو انا همشي 1 2 3 4 هو دوت اللي هيوضح لي الكلام دوت طيب تاني حاجة terminal او stop و start او start و int هو دوت اللي بستخدمه علشان ابتدي وانهي flow chart بتاعتي ال input الشكل دوت هستخدمه علشان هياخد input او اطلع output مش هنتفق ان احنا بناخد input ونعمل عشان تاخد input بقى هتتاخده في الشكل بتاع المتوازن اطلع دوت طيب هتطلع برضو في نفس الشكل دوت طيب بقى تعمل ازاي هو الشكل المستطيل دوت ده اهو بايلك بستخدم for arithmetic operation and data manipulation بستخدمه لو انا هعمل اي عملية حسابية عندي تمام؟ ال decision ال decision ديت اللي هو هيبقى عندي two alternative عندي بديلين او اختيارين يا true يا false يا صح يا غلط يا yes يا no لو واحد يا اتنين تمام؟ اتنين هتنفز لي كزا طيب لو اصغر منه ده اللي هي لو false يعني او no هتنفز لي حاجة تانية وتعالى نبتدي باول مثال عندنا حاجة بسيطة كده بيقولك عايز ارسم float chart عشان to add two number entered by user يعني عايز اعمل ايه؟ اليوزر هيدخل لو مسلا او انا بعمل برنامج دلوقتي عايز اعمل برنامج اليوزر يدخل فيه رقمين بعد كده اخد الرقمين دولت اجمعهم طيب اتفقنا ان احنا float chart بتاعتنا هتبتدي ايه؟ هتبتدي بال start الشكل او البيضاوي خلاص؟ بعد كده السهم دوت عشان احدد float line بعد كده اتفقنا ان الشكل دوت شكل المتوازن دوت هو مسؤول عن ال input طبعا اللي استخدمته هنا بش هو قال لك اليوزر هيدخل رقمين صح؟ انا دلوقتي عملت برنامج واليوزر هيدخل فيه رقمين فطبيعيا هاخد input من اليوزر فعشان كده هقول له read n and m بص قال لي في اي ارقام من عندك سميها x y سميها علي ومحمد حسين ومحسن اي حاجة خلاص؟ انا هسميها read n و m دولت كده الحد دلوقتي ايه؟ انا خدت الرقمين طيب انا عايز اعمل بقى بالرقمين دولت الرقمين دولت عايز اجمعهم زي ما هو عايز كده خلاص؟ اليوزر دولت دخل الرقمين وعايز اجمع الرقمين دولت كان عملية الجامع دات دي عمليه حسابية واحنا عندنا شكل flow chart مسؤول عن process اللي هو شكل rectangle او المستطير صح؟ فهستخدمه عشان اجمع n زائد m مغانساش طبعا ال flow line اهه بص الصم هيبقى equal ايه؟ n زائد m هجمع الاتنين دولت على بعض خلاص يعني دلوقتي الصم دوت شايل مجموع الرقمين n and m طيب اه انا لو لحد هنا كده وسكت لسه اليوزر ما شافش مجموع الرقمين دولت طيب انا عايز اطلع له output عايز اظهر له على الشاشة كده مجموع الرقمين هتا دخلتهم كده هعمل ايه؟ هعمل print للصم بس كده print للصم خلاص خلاص كده او برنامج خلص خلاص اعمل end بقى تمام؟ تاني اللي عم بقى ده اكتب ال start اهو عمسح كله وبدو ما بتقوله عنك من الاول start تمام؟ بعد كده اليوزر هيدخل لي رقمين انا لا هدخلهم من دماغي؟ لا ده اليوزر هو اللي هيدخل رقمين تمام؟ عشان كده هقول له read in and in and in دولت رقمين لسه انا معرفهمش اليوزر هو اللي هيدخلوه بعد كده هاخد الرقمين اللي انا معرفهمش دولت هجيب مجموعهم وحطوهم عندي في حاجة اسمها some تمام؟ variable عندي هتشوفها تسمي ايه عندي حاجة اسمها الحاجة اللي اسمها صم دات شايلة مجموع الرقمين تمام؟ خلاص كده برنامج خالص اه اعمل end طيب ده example 1 بسيط مفوش اي حاجة تعال example 2 عليك عايز اعمل محيط ومساحة المستطيل تمام؟ طيب هنبتدي بstart معاش اي حاجة بعد كده عشان احسب المحيط او المساحة المستطيل عايز حاجتين length with tool وعرض صح؟ طب الطول والعرض دلت انا عارفهم؟ لا ده هو مثلا اقول لي اليوزر هو اللي هيدخلو او انا اللي هحسبوه تمام؟ فاقول لي read L و W لها length width سمام اي حاجة مش هتفرق خالص الاسابع طيب انا دلوقتي معايا الرقمين طيب هاخد الرقمين دولت هتفرج عليهم؟ لا ده انا هاخد الرقمين دولت عايز احسب بيهم المحيط و المساحة طاني هنحسب او المساحة اللي هي الarea المساحة المستطيل كان بتتساوي الطور في العرض حافظنا من ابتدائي صح؟ طيب يعني معنى كده ان الarea هتقوال ايه؟ ال L اللي هو length في ال W اللي هو width مش مشكلة اكتب الكلام ده length width اللي هو طول في العرض يعني تمام؟ طيب وبعدين عايز احسب المحيط المحيط كان اتنين في الطول زائد العرض تمام؟ اللي هو البرمتر البرمتر اتنين زائد اتنين في الطول زائد العرض تمام؟ اهو هكتبه البرمتر يساوي اتنين في L زائد W طيب على كده خلاص اليوزر دخال لي رقمين وخدت الراقمين دولت عن طريقهم اللي هو length خدتهم وحسبت بهم ال area و البرمتر او المحيط و المساحة طيب لحد هنا كده و اسكدت انا حسبتهم طب وبعدين انا عايز اظهرهم يعني انا دلوقتي خلاص ادخلت وقت length and width مش شايف نتج قدامي بعد ما حسبتهم عايز بقى اظهرهم يعني ايه؟ هطلع output على الشاشة الاوتبوت دوت هطلع في ايه؟ هلا هطلع في length and width؟ لا هطلع في area و البرمتر اهو اقول له print and p لا يختصر ال area و البرمتر خلاص كده خلص؟ اه بس كده end تمام؟ تاني كده سريعا اخدنا الرقمين length and width بعد انا عايز اعمل عملية حسابية هعمل processing هعمل process عملية حسابية هستخدم ايه؟ هستخدم rectangle طبعا؟ فهقول له ان area بتساوي length في width بعد كده نفس العملية الحسابية بس ليه البرمتر بقى هقول له اتنين في length plus width طيب انا كده الحد هنا مسكدت انا ما طلعتش output على الشاشة عايز اطلع output ليه اليوزر يشوفه فهقول له ايه print a will be بس كده we end طيب تعالي نعينا بالليفل شوية بقى انا عايز اعمل برناميك او اسم بتاع البرناميك بتطلع لي الرقم الكبير يعني هدخل رقمين يطلع لي الكبير منه ماشي؟ هدخل عشرة وخمسة يبرنت عشرة هدخل اه خمسة وتمانية يبرنت تمانية طيب الكلام ده هتعمل ازاي؟ اول حاجة start اه طيب الرقمين الرقمين هالا هم معي؟ لا ده اليوزر هدخله فهقول له read m and in اي رقمين طيب اعف هنا بقى دلوقتي انا عندي حلين في رقمين هيخدشوا وعايزوا يبرنت الكبير منه تمام؟ يعني كده عندي decision اهو فهستخدم ايه في decision؟ شكل المعين دوت اهو مظبوط كده طيب هقول له is m اكبر من ال n هل ال m اكبر من ال n دلوقتي اليوزر دخل رقمين اهو عشرة وخمسة هل العشرة اكبر من الخمسة؟ طيب عندي حلين يما yes يما no طيب لو yes معنى كده ان ال m هو الكبير فهيبرنت ال m طيب لو no معنى كده ان ال n هو الكبير فهيبرنت ال n تمام؟ انا ممكن اقول مثلا print m is a large number او n is a large number تمام؟ تاني تاني حتة دي دلوقتي هنا انا عندي two options يا اما m الكبير او n الكبير في عشرة وخمسة دخله يا اما عشرة الكبير او الخمسة الكبير او ممكن مثلا انت قدر تقول ايه في خمسة وعشرة دخله يا اما خمسة الاولى اللي هي ال m الكبيرة او ال n هو الكبير صح؟ طيب كان دلوقتي عندي تستجن هل ال m اكبر من ال n؟ او والله يا اما yes يا اما no طيب لو yes لو ال m اكبر من ال n خلاص print ال m كمعنى كده ال n هي الكبيرة ايه لو no لا لو no يبقى كده ال n هي الكبيرة وبعد كده end مفهاش اي حاجة خلاص مثال بسيط برضو مفوش اي حاجة تعال تعال نعرب عايزها مفروت شرط هاخد رقم من ال user وهشوف هل الرقم دوت ايهن ولا لا هل اشوف الرقم ده زوجي ولا لا خلاص تاني احنا عايزين نعمل برنامج ال user هدخل مسلا خمسة بعد كده هيقول له الرقم دوت ايهن ولا لا الخمسة ده عدد زوجي ولا فردي بعد كده هاخد الرقم من ال user read the end اوقف هنا بقى في رقم هيخش رقم دوت هشوف هل هو زوجي ماشي اتباع الرقم ده طيب وفي option تاني ممكن يكون فردي ما ولو مش زوجي هيبقى فردي صح طيب يعني انا عندي decision هنا طيب هقول له ايه في decision ازاي اتشكي الرقم دوت يعني زوجي ولا لا بص انا عندي حاجة اسمها modelis modelis دات الاعلامة ال percentage ديت لبقي الاسم يعني هقول له هل ال end modelis two equal equal zero equal equal zero ديت يعني ايه اه نعملت لك زوم او equal equal zero بتشك هل الرقم او الناتج اللي هتلعلك بيسوي سفر ولا لا طبام ديت يعني في البروجرامج ديت بتشك بتشك value معينة يعني هقول له هل الناتج من ال end modelis two دوت equal equal seven هل هو بالفعلا تلعلك زيرو ولا لا خلاص هي ديت معنى طب برضو ايه المقصود يعني بendamodalis two equal zero يعني هل الرقم دوت يؤلت اسمها على اتنين طيب ما هو لو ايبال اسمها علي اتنين يعني لو الناتج بتاع l Matt adopt يسوي الؠيرو معنى كدة ان دوت بيقابل اسم على اتنين الرقم دوت بيقابل اسم يقعم فانا بقول له هل الرقم ده يبقى الاسم على اتنين معنى هل هنا هو بيقابل اسم على اتنين حدد Deus وكدة عداد زوجة صح؟ طيب مين استخدخ creo فانا عندي يس او نو. لو يس يبقى كده الرقم ده اتزوجي صحي. طب لو نو يبقى كده عدد فردي. بعد كده انهي. اشي? تاني. عندي ديسجن هنا. ايه الديسجن اللي انا هاخده? هشوف هل ان مودلس تو اقل اقل زيرو? معنى ان مودلس تو اللي هي بقي الاسمة بتاعت مسلا تعال نقول رقم اربعة. اربعة مودلس تو. بقي الاسمة اربعة الاتنين. هل بيساوي زيرو? لو اه بيساوي زيرو بقد كده رقم زوجي. لو لائ مش بيساوي زيرو بدأ كده رقم فرد. بس طيب. لو انت مش فهم ازاي بحسب المودلس دات او ازاي يعني بعمل بقي الاسمة دات مش مهمة. يعني مهمة بس تعرف الكونسبت. وкіه لو انت عايز تشارح ازاي ازاي بقي الاسمة دوت او ازاي ف Kennedy عن مثل تعال يكلمنا انا اقول لك ازاي نحسبو وتديك كزا سؤالية عليها وهقول لك تحسبو ازاي. تمام? ماشي. او كتعايز اشرحولكو هنا برضو بس خلاص مالهوش لازمة يعني مش هتستخدمه في حاجة في المادة ديت هتستخدمه بعد كده ان شاء الله طيب اه اه اكزامل فايف عايز اعمل فروت شارت توفايند ايف نامبر ديفيزبل باي سيفين هشوف هال الرقم يقبل الاسم على سبعة اوه هنا هستخدم الموديلس تاني تمام نفس اللي استخدمه هنا هوت اه ان الموديلس اه تو اقوال اقوال سيفين هنا برضه هستخدمه بس مش تو بقه يبقى سيفين خلاص هشوف هال الرقم يقبل الاسم على سبعة وادك قاعدتيкими من واحد للاصور اوه انا عندي رقم؟ رقم دوت من واحده طا حسنى اه هشوف الارقم من واحده هل في كام راكم انهم بايبل اسم عيليه?" و تضع لي كل الرقم و تبقى انهم بايبل اسمه عيليه Shift بعدي كده رقم رقم هذا اول تسوى كام واحد؟ ليه اقلط لهすごい Log item لاء اول اول ED اقلا لك Range one وخلي بالك الرقم انا عرف مش اليوزر هدخلهله عشان كانريا ما قلتش read in لا هنا انا عارف الرقم. يعني خلاله حاجة. انا عارف متاع من واحد لحد مية. فانا عشان كده قلت له مو قلت له الرقم دوت اصغر من او يساوي مية الان ديت اصغر من او تساوي المية لان hip هنا عندنا واحد دلوقتي واصغر من او يساوي مية اا عندي او نو? فهو طبعا ياس طبام? او هو واحد اصغر من او يساوي مية. طيب. تعالي نتشك بقى. هل هو يقبل الاسم على سبعة ولا لو انا عايز الرقم ده بقى كده الرقم دوت بيقبل الاسم على سبعة. طيب لو افتكرة هيعمل ايه؟ انا دلوقتي في واحد حلاص قمت في رقم واحد. عايز اروح لرقم اتنين. هعملها ازاي? اروح لرقم اتنين دوت ازاي? لهي انو. ها? هروح لرقم ازا اتنين ازاي? هقوله. الان اكوال ان بلاس ون. اه يعني كده بقوله. اجمع لي الان دلوقتي شوفها كام الان دلوقتي بواحد. زود عليها واحد ان بلاس ون. بعد كده حطيلي الناتج في الان. بقى كده الان شايلة كام? اتنين. خلاص? طبعا نفس الكلام برضو هنا هعمله اه اه اوصلها بداية. انا خلاص طبعة الرقم. بعد كده هترجع تتشكي هنا تاني. تمام? تاني كده الحتة ديت. اهو. انا هشوف. هل الرقم دوت يابل اسم على سبعة? ولا لا. تلعلي لا انا هم مش بيابل اسم على سبعة. خلاص. انا دلوقتي انا في رقم واحد. عايز اتشك برضو اروح لرقم اتنين. هعملها ازاي? انا كان عندي الان فيها واحدة. خلاص. هقول له ان بلاس وان. طيب. بقى كده واحد زائد واحد. شلي بقى الناتج دوت في ان تاني. رجعهولي في ان. بعد كده روح تشك. هل الاتنين ديت اكبر من او تساوي مية? اه. طيب. خشي بقى على تاني دي استجان عندي. هل الاتنين ديت يابل اسم على سبعة? لا ما تقبلش الاسم على سبعة. خلاص. الاتنين ديت زود عليها واحد كمان. بقى كده الان باتنين. زائد واحد. بقى كده الان بثلاتة. خلاص? لحد ما يوصل لمية. طيب لو رقم يقبل الاسم على سبعة خلاص الرقم دوت طلع لي رقم مسلا سبعة تقبل الاسم على سبعة اكيد نتج بتاع باقي الاسم بتاعها هيبقى زيره. فطلع لي خلاص طلع لي رقم سبعة دوت وبعد كده ارجع زود عليها واحد. طيب لو رقم بقى طلع برده بتاعي. طلع وصل لمية واحد. هيعمل ايه? خلاص هيندل البرنامج. ماشي? خلاص هيقفل كده البرنامج مش محتاجه في حاجة. تاني كده سريعا. عندي الان اقوى الوض. ليه قلت له ان اقوى الوض. انا ما قلت لهش ريد ان زي ما سأقل لي فاتت. لأ انا هنا انا عارف بتاعي. اليوزر مش هدخلي ارقام. انا عارف الرقم اللي هيخش لي. من واحد لحد مية. ابتدت بواحد. هشوف هل الواحد اصغر بين او ساو مية زي ما او عايز? اه. الواحد اصغر بين او ساو مية. طيب نفس للقاتي بقى. هل الواحد يقبل اسم على سبعة? او الان بقى خلاص بان ما قلت لهش نقول واحد. هل الان دوت يقبل اسم على سبعة? عرفت ازاي اللي عندي اللي تقول لي الرقم ليه يقبل اسم على سبعة؟ ولا لأ هستخدم او بقى الاسم اللي هي علامة تجيات. فقول له ان برسنتج سيفن. اقوى 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 اه سوري اقوى 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 زيرو. معنى ان هو اه ناتج بقى الاسم الرقم على السبعة. بقى كده لو طلع لي زيرو بعد كده يقبل اسم على سبعة. خلاص? طيب. اه والله او طلع يقبل اسم على سبعة. خلاص. برنت الرقم دوت. طب لا ما طلعش يقبل اسم على سبعة. زود لي واحد. طيب. تعال هنا بعد ما طبع الرقم. بعد طبعت الرقم برضو لسه ما زالت عايز تتشك من واحد لحد مية. فبرضو هتزود واحد. تمام? وهكذا بقى هتخش لوب لحد ما توصل لي المية واحد بعد كده هي انت. تمام? ده اسمها لوب كده. احنا كده عملنا لوب. نشي? اللي هي حلقة التكرار يعني. طيب بص. هنا قال لك الرنج بتاعي من واحد لحد مية. بص بقى المسال هو هو مسال بس انا شلت موضوع الرنج دوت. تفتكر هتحل ازاي? عايزك توقف الفيديو وتحلها. قبس? انا هنا شلت موضوع الرنج. ما عندش رنج من واحد لمية. بص. اصطرت عادي. بعد كده اريد ان. الوزور بقى هيدخل رقم انا ما عرفوش. انا ما عرفش الرقم اللي هيخش. صح? وعلى طول هتشقي. هل الرقم دوت يقدر الاسمه على سبع ولا لا? عندي يس ونو. لو يس بيرنت ان الان ديت بتقبل اسمه على سبع. لو no بيرنت ان الرقم دوت اه. والان ديت ما تقبلش الاسمه على سبع. بس كده انهي البرنامج. خاص؟ يعني هعمل برنامج. هشوف الوزور هيدخل رقم. وما هيدخل الرقم دوت هيقول هل الرقم ده يقبل اسمه على سبع ولا لا? لو هيقبل اسمه على سبع تطلق. لان الرقم دوت is divisible by seven. لو ميبالش الاسم على سبعة قولي الرقم ده بس كده وين هي البرنامج خلاص طبعب لو شلك سبعة داية وحط لك مليون خلاص بقى تستخدم ان موديلس مليون اقوال اقوال سيفن حط لك كالف هتقول له خلاص الان موديلس الالف اقوال اقوال سيفن طعب تعالي بقى الاخر عندنا اللي هو عايز احول درجة احول درجة الطالب للجريد بتاعه يعني مثلا بناء على الاسكيل ديت انا حتكتبت الاسكيل اللي احنا اللي عندنا بجد اللي عندنا في الكل ايه لو من تسعين لحد مية ده هيبقى ايه بلص كده من تسعة وتمانين لحد خمسة وتمانين هتبقى ايه من اربعة وتمانين لحد تمانين هتبقى بيه بلص ويه هكذا بقى تمام يعني دلوقتي عايز اعمل برنامج اليوزر فيه او الستيود انت بقى هيدخل رقم وطبعا الرقم دوت اللي هو الدرجة بتاعته اللي درجته بعد كده هيطلع لبقى الدرجة ديت هل هي ايه بلص ولا اي ولا بي ولا بي ولا سي وهكذا طيب يعني عندي ستارت بعد كده هريد الجي بعدين عايز اشوف هل الجي ديت اصغر من او تساوي التسعين هشوف كده هل الجي ديت اصغر من او تساوي التسعين طيب لو ا اصغر من او يساوي التسعين هتعمل ايه هتبرنت ابلس صح اكبر من او يساوي التسعين اكبر من او يساوي التسعين ما لو اكبر او يساوي التسعين هتبقى كده ابلس صح طيب لو نوه لو نوه كمل ال check لسه אני عايز a check اشوفه معدي كده هل الدرجة ديت اا اكبر من او يساوي 85 الله اه درجة ديت اكبر من او او يعني اكبر من او يساوي 80 خلاص لو كده باي خلاص ده كده جاي باي طيب لو لأ لو لأ كمل ال check تاني هنشوف الدرجة ديت هل هي اكبر من او يساوي هتنزل بقى 80 او أو يساوي 75 سابعين خمسة وستين مع العشان ما ازهقش وانتم بتزهقوش فانا اختصرت اختصرت نطيةр خمسة واتمين الحد خمسين على طول متаньше حمام بس لانها نفس الخطوات يعني ما مخاش حاجة تتكرر مبص كده لا حد هنا كده نفس الخطوات مخاش حاجة تتكرر هي هي هتبدل خمسة وثمانيين ديت هتخليها تمانيين بعد كده مرة خمسة وستبين بعد كده سابعين عند كده خمسة وساتين بعد كده بعدي كده خمسين لحد 1986 بقى كده يعني حد ستين هنا مفيش جديد. حد خمسين هنا بقى دوت الجديد. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي? دلوقتي زي ما قلت لك انا خلاص انا هنط بقى على الاف على طول. ماشي? زي ما هي هي الخطوات. هي الخطوات مفيش حاجة جديدة. انا بس هختصر عشانتم بتزهقوش وانا مزهقش وانا بحل. تمام? خلاص. اه دلوقتي بقى الخمسة. دلوقتي بقى نفسرات انا خلاص اكتبت له دي. والرقم بقى اللي هو ده خالة دوت. خلاص اقل من خمسين. تسعة واربعين وانت نازل. طبعا نشوف هتشك ازاي. اول حاجة هشوف الجي. الرقم اللي هو دخله ده. هل اكبر من او يسوي خمسين? هل الرقم ده اكبر من او يسوي خمسين? خلاص? لو يس هتقول له دي. لو اجب ما قبول. ببعد عنكم. طبعا? طيب. لو نو اه. معنى ان هو نوب هو كده خلاص. سقط صح? برينتن اف على طول. اللي هو سقط خلاص. طبعا? اه بعد كده ننهي بقى برنامج اند خلاص مفهوش اي حاجة. طعب تاني كده سريعا. بص. اول حاجة اللي ستونت هيدخل درجته. الدرجة ديت عايزين نتشك في الاول. هل هي اكبر من او يساوي التسعين? معنى ان هي اكبر من او يساوي تسعين ايه? كده انا هو جاب ايه بلاص صح? بني انا عالك بتاعتي. خلاص ابرينت ايه بلاص? طيب لو no. لو no تعال اتشك تاني. هل درجة بتاعته اكبر من او تساوي الخمسة وتمانين? مم لو yes خلاص. ايه? طلب لو no خش تشك بقى. هل هي اكبر من او بلاص? طيب لو no خش تشك هل هي اكبر من او يساوي. الخمسة والسبعين? لو yes بلونو? خش بتشوف هل هي سابعين وكذا كذا لحد ما توصل عند الي. عند الدي هنا بقى البس الحاجة المتغيرة يعني خلاص? تاني انا اختصرت الخطوات اختصرت الخطوات. عادي خالص لو انت مشيت بيه. اختصرت الخطوات بس. عشان انت متزهقش وانا بحل. هي هي ما فهاش اي حاجة جديدة. طيب اخر خطوة عندي. هشوف هال الدرجة ديت. اه اكبر من او تسوي خمسين? لو هي اكبر من او تسوي خمسين? خلاص بقى وكده جاب دي. تمام? بناء على الخطوات اللي فاتت يعني. وكده جاب دي. طيب لو لو كده الدرجة اقل من الخمسين بقى كده بعد كده طبعا كل دوت هنعمل بس وكده هنكون خلصت